أهلا بكم في أولى فقراتنا لهذا الصباح يشتر عيد الفطر بتحضير عدد من أنواع الحلويات أشهرها كعك العيد والمعمول وغيرها من الأنواع طبعا لكل سيدة طريقتها الخاصة في صنعه اليوم رح نتعرف على طريقة جديدة ومختلفة لصنع حلويات العيد مع صانعة الحلوة سيرين جابي لأول مرة رح تكون معنا في برنامجنا الصباحي الله يصبحكم بالخير سعاد صباحك سعاد صباحك حبيبتي و أهلا وسهلا فيك و شكرا لكم للصدافة كل عام أنت بخير أكيد و مرحبا فيك ببرنامجنا الصباحي الله يصبحكم بالخير بالبداية سيرين يعني حابين نتعرف عليك ومن أم تبلشت تشتغلي في هذا المجال أول إشي أنا اسمي سيرين جابي ربيت بيت عندي خمس أطفال أول إشي حبيت أن أعمل إشي لبيتي من خلال أن أكون في بيتي جالسة أني ما أطلع بريتي البيت مع شان الأطفال والصغار فأنا دائما أتقن صنع الحلويات فبلشت أول إشي أني أعمل حلويات لصحباتي لأقاربي فلا أترواج ممتاز بهذا الشيء أنا بشتغلون فحبت أن أطور نفسي للمشروعي كبر أكتر صرت أعمل كعيك على شكل هدايا ترى في إحنا عشان متعودين على الهدية تكون عبارة عن كيكة متعودين على أنها تكون عبارة على إنك تشتري لها شوكولاتات أشياء تقليدية فلقيت رواجة كثير ممتازة عندي والحمد لله رب العالمين هنا أعمالي بطور نفسي شوية شوية إن شاء الله جميل جداً أكيد رح نشوف سوى هلأ إيش محضرتين لليوم إن شاء الله عندي هون أنا عندي أول إشياء هذه اللي هدية لما تكون جاهزة للبيع عندي بتكون مرتبتة بالطريقة البطيئة أو مثلاً لزبون لحبيبتها عندي هون أنا حبيت اليوم أني أختلف شوية على الكعك التقليلي الكعك الاستميد طبعاً هم فيشغين عنه بس حبيت أن أدخل شوية على الكعك السوري أو كعك الزبدة الترفي لي أخترت هذا الشيء لأنه ستة البيت أكتر الكعك تقدر إنها هي تتحكم بشغله والحلو في موضوع الكعك الزبدة إنه أمثل ما بتتعب ستة البيت من شغله تقدر تحط العجيم للتلاجة وترجعها أمثل ما بدها فعشان هيك تحبت أن أشتغل فيه جميل جداً لو بدنا نحكي كمان أكيد عندنا طريقة تحضيرها للكعك العجين هي عبارة عن العجينة تعتمد اعتماد كل على الزبدة وعلى جودة الزبدة كلما كانت نوع الزبدة ممتاز والجودة تبعة الزبدة ممتازة بطلع عندي الكعك رائع باعتمد هذا الكعك على الزبدة حليب بيض وفرنيليا وطبعاً أكيد طحين ومنعجن بالماء البارد هذا العجين يجب أن يكون ماء مثلج لعجينه تقعد فترة تضعها على جنب بعدها ترجع لها لا نخفق الزبدة مع البيض تصبح خليطة كريمة والبيض يكون لديها مثل الكريمة وبعدها نضيف الطحين مع بيكين بودر بشكل تدريجي وطبعاً نعجن آخر بقليل من الماء يكون مثلج حدثتني قبل الهواء عن العجوة العجمية حدثت أخرج شوية عن النطاق المقلوف ماذا تختلف عن العجمة العادية؟ هذه عنا العجمية يقال أنها مصر كان يعملوها بالزمنات أنها تعطي طاقة إلى الحج وعلى العمرة لأنها مكوناتها كثير فيها قيمة غزائية تحتوي على عسل نسبة كبيرة من العسل الطحين الحلقوم وطبعاً أنت تنكيها بالبهرات تحبها أنا أحبت أن تنكيها بالحبهان لأنه كثير في الحلويات العربية تدخل فيها حب الهيل ودخلت فيها القرفة كثير طيبة وطبعاً عندما تأتيك لها تحتاري بين العسل وبين الحلقوم تدخل بمزاقات عديدة فهذا هو الزاكي فيها يجب أن تجربتها معنا عزينة نعم 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 أول شيء نعمل لكم العجمية أنا لديها في شكل وردة أريد أن أعلمكم كيف تنعمل هذه هي حجم الكعكة أو حجم المعمولة ما هي حجم المعمولة التي تحبها نعملها دائماً تعملها دائري دائري نعم نعم نحن نعمل بكل ملقات دائري وصول حلو في ملقات هي أن تقوم بلدقية لجلبي بعد ملقات أكيد طيب إن إنتبهت على شغلي بكل ملقات أحب الملقات أحسركم أن أنت تتحكم بلدقية وانت تخريط الخليطes المقلوف يميز المغلوف هذا يتحدث بالت Police غير طريب الكذire ثم يتتغربون 这么عبين لكثير الناس بتستغربوا وفكروها انها كثير صعبة لا هي الماء بتاخد معاك وقت كثير وطبعا هي كل ما هلا عشان شوية العجينة ماء باردة مش ما اخد درجة حرارة الغرفة شوية رحت كثير سهلة الماء اخدت معاي ثواني معدودة طبعا وفيها عندي حشوة العجوة انا بضيف لها جوز للعجوة بحسها بتعطيها نكهة الاز من العجوة لها تكون وحالها فبدي عملكوا نكاكة العادية بعملها انا في البيت اللي كل اياتنا منحب لكاكة اكيد انت متخصص سيرين بنوع معين من انا كل انواع العربية الحلويات العربية بعملها شوي صايرة اتجاه على الحلويات الغريبة شوي مثلا المقروط الكلاش العراقي نسمع عنو بسمع عمرنا جربنا فش بلاشت اشتغل فيه واللقى رواج الحمد لله رب العالمين ممتاز لانو الكلاش العراقي بعتمد على حب الهيل اللي بحب الحب الهيل رح يعجبو ويحب طعمته بكون شيكل مقروط بسيطة كنكهة تختلف كليا لانو بضحيل المقروط دائما على بسمي بعمل تهتمي خلينا نحكي بالحلويات العربية اللي مش الكل بعرفها اه احاول اني قدر اني اطور نفسي بهذا بسمع عن حلو معين بظلني اتدرب عليه يعني انا زي اي ست بيت ما باع كون عرفته بس بتدرب عليه اتدرب عليه اتدرب عليه لما اتقنه ببلش اني اطرحه بالاسواق وكيف بتتعلمي او بتشاهدي ايش معين اه 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 اتدرب يعني انا بحس انه انترنت نعمة انه بقع عصرية بدخل على اليوتيوب بفيديوهات معينة بظلني اكار بشاهدي عدة مرات و باجرب نفس الشي بكون اعمل معها في البيت فلما اتقنه بيقولك ان الانترنت عن جد انه وسيلة كتير بيعلم الواحد لما يستفيد من البيت وانه بظللك ببيتك تتعلم ايش بديك وانتي عادة ببيتك عندي هذي مثلا اني لا وهاي تعكتنا وهاي تعكتنا صارت جاهزة هلا في عنا هذي الفستو الحلبي انا بحمصه وبحط له قطر جامد بقولولها هلا يمكن ان يستغربوا انه قطر احنا دائما متعبضين لفستو الحلبي اول جوز نضيف له سكر العادي صح بس ما بديتعلمه كتير بتهيألي لما نحط السكر العادي اول ايش انا ليش بيضيفت القطر الجامد لانه عشانما تيجي تشكلي انه يتماسك الفستو الحلبي مع بعض فما بيغلبك عند بعملية غلق الكعكا انك بتحسي حالك انه اضبط واكيد دائما بيجي مع الفستو الحلبي ماء الزهر ماء الزهر هو اهم عنصر في حلويات الفستو الحلبي هلا احب اعمل لكم على شكل اعرف اذا هون واضحة لانها مخبوزة بكل منظرها الاز زي الورقة الشجر هي اكتر اشي هاي تاخد معاي وقت لانها بتاخد عبل ما تشكلها وتنقشيها وهي اكتر اشي بتحييي هذا الشكل بيضبط على الفستو الحلبي اه فعلا خلص انا انه خلص اخد طابع معين عندي يعني مثلا عندي هون الحلويات محشية حلقوم لحالها خلص اخدت عندي هذا الشكل اجي اعملها وردة واشي بتحسيني ان خلص ان اخدت معاي هذا الطابع الحلقوم فستو الحلبي هون عجوة وفستو الحلبي يطلع عي ست البيت بتحب بتعمل الشكل بديه وهي بتتفنن بطريقة ان كيف تعمله التشكيل تبعته وهيك خلص ناس تعرف ان هذا الشكل مثلا هيك عجوي هذا اه اخلص ان اخد طابع عندي للبيع ان هذا الشكل الوردة انه للعجمية فاخد طابع البيع عندي كل واحد كيف شكله مع ان انا اللي شكلته خلص فاضل عليه طبعا هي لازم تعملها على شكل طويل شوي ثم تعمل وترسم الورقة بيدها طبعا ودائما تقلبها على الشقة وتتأكد ان كل الاطراف انه ما فيه انه العجو مبين او الفصق او الفصق الحلبي مبين لانه رحين عند عملية الخلص رحين حرق لهذه الاطراف فلازم تسكرها كيف يأخذ منك وقت هذا الشغل؟ صراحةً لا يوجد مرات في الصينية تقعد ساعة ساعة ونوص بس تكوني راضي عن نفسك لما تقعد شغلتنا ما بدها سرعة بدها تورة بال بدها هداوي بدها ترتيب لأنه أي حبة ما بتعجبني مرات بعيدها لأن خلص كل حبة بحبتها يعني تصيري تقولي أنا عملت كله ورتحق وتعبت عليه لأن هذه القطعة ليست مرتبة فتعاودت عليها الشكل العام للجاط أو الصحن أو أي حلوة يجب أن يكون مرتبة وعندي دائما المبدأ إنها العين بتاعك جميلة جداً لا يجب أن نشد كثيراً على الملقطات لكي لا تخرج من الحشوة لكننا لديها قليلاً يعطيك العافية حسناً حسناً كيف يأخذ الوقت بالفرن؟ حسناً الكعك هذا لا يجب أن يحمر كثيراً إذا انتبهت هنا أنه شوية عشقار ليس زي الكعك السميد بيكون اللون مشقر غالباً بيكون بين عشدة لربع صيعة للصينية عندي نصيحة جميلة في الخبيز وأتباعها أنا دائماً إنما أمسك الصينية بحطها على تحمير الوجهة نحن دائماً متعرفين أنه من سطو القاع بعدين الوجهة لا أمسك الصينية وحطيها بالسطوي وجهها كاملاً بعدين سطو القاع خاصة في كعك الزبدة أو كعك السوري لأنه يكتسب بسرعة لدرجة الحرارة لغاء الفرون وعندما تبدأ الحمر القاع وتجد أن تحمير الوجهة فبصير لونه أشأر مغمى ونحن نريد أن نحافظ على بياضه فدائماً أنه تحرس الستة البيت إنها تخبز من فوق بعدين تخبز من تحت ويدوب بعشر دقائق أو خمسة عشر دقائق حسب هي لما تشوف إنه لونه صار تمام تقدر تقيمه هل هذا يساعدك كثيرين في هذا الموضوع صراحة زوجي زوجي كثير أنا ويا هو عنده نفس كما قلوها يعني هو يساعدك و يشجعك أكيد أكيد طبعاً أحب أن يخبز معي يساعدني عن طريق لما تعبئة لما تبترى في التوزين لأنه من وزن ومن تعبئة يساعدني وأكيد كمان أبنائي لهم دور بهذا الشي تبترى في ستة البيت لا تستطيع لحالها يعني أد ما تكون أد ما تكون معتمدة على نفسها إلا بدها أحداً ولما يكون عمل متواصل يعني بديك دائماً بديك تبعاتي لا، داخل العيد يعني كثير كثير داخل حتى تحسين داخل نفسي بيصير يحولك لرد لأنك بديك تنجزي نعم، بديك تنجزي و بديك تكون مثلاً أنتك تحكيت لهم أن الطلبية تسلم بهذا اليوم بديك تسلمي هذا اليوم فبديك أيدة عاملة و دائماً أدماً أدماً يكون أحداً بساعدك من خارج البيت ليس زوجي الحمد للهرب العالمين بيساعدني كثير عن طريق بالخباز بالتعبئة مساعدته لأيلي. وأكيد أبنائي. الله أخلي لك إياهم يا رب. إن شاء الله يعني دائماً تصل إلى اللي بدك إياه أكيد. بالنسبة يعني أنت اشتغلت من البيت وأكيد ممكن تلاقي شوية صعوبة في التسويق لمنتجك. فكيف قمت بتسويق نفسك خاصة مع وجود مواقع التواصل الإجتماعي وفيس بوك؟ دحكي لأيسة بيت حابة تعمل مشروع في بيتها أن أول خطوة هي أصعب خطوة. أنك أنت تقولي أنا بدي أعمل منتج بدي أتروح إلى الأسواق. أنك تكوني خايفة أنه كيف ردت فعل المجتمع الترفي. أي شخص يريد أن يعمل أو يطور نفسه يصبح سريعاً. لماذا؟ هذا هو ردت الفعل للناس. هل تخوفك؟ أنا أول شيء بدأت في الناس المقربة إليه. أهلي، صديقاتي، معارفة، جيراني. بدأت أنزل الشغلي وأطرح بالسوق معانهم. من خلالهم من معارفهم من صاحباتهم. يشوفوا منتجي، يجربوا، يأكلوا منه، يعجبهم، فيقول لهم مثلاً من عند سرين إن كتشل، فهذه هي الأكثر شيء يساهم على انتشاري. وأكيد طبعاً صفحتي على الفيسبوك ساهمت بهذا الشيء. إنها لما بدأت تنزد منتجك على الصفحة، إنه رح تلاقي انتشار لشغلك بعدة صفحات. فأنا أكثر إشي أكثر إشي ساهم بنجاح هم عائلتي وصحباتي. هم أكثر إشي أنهم روجوا لمنتوجي. هتحدثنا بالنسبة للحلوة سرين، ولكن في ناس تطلب تواصي بالنسبة للأكل أو شيء؟ أكيد أنا بعمل تواصي كل إشيء، معجنات، يعني طبخات بيتية، يعني مثل الجاج المحشي لهذه الأشياء. كل هذه الأشياء طبعا نفس الشيء، إنه جربوا طائقاتي وعجبتهم، فصروا يوصوا عندي. هلأ إحنا مقبلنا، هلأ إن شاء الله على نتائج التوجيه كمان شوائي، فعنا بكون موسم شغل، زي ما كان عنا موسم الكعيك، أكيد، أكيد، سوف نعمل على المعجنات، ورح تكون الميني، الحجم الصغير في الحفلات، رح تكون لدينا المعجنات، السبانة، الكوبة، لكل هذه الأشياء، التي تكون موجودة، سوف نعمل على نتائج التوجيه، الله يسر، أكيد، لدينا الحفلات، التبولة، السلطات، كل هذه الأشياء الموجودة، سوف نعمل الخطوة الثانية، في الأيام المقبلة، إن شاء الله، لدي النتائج التوجيهة، والله يا ربي، يوفق طلابناك جميعا، الله ينجحهم كلها، أمين، لكي تفعلهم أيضا، أكيد، إن شاء الله، ينجح، سيرين، ما هي طموحك؟ أنت بدأت مشروعك من البيت، وبعدها نصرت تعرف منتجك، وأكيد بتحبه، فإيش طموحك كمان؟ طموحي زي أي واحد حابب إنه يطور عمله، إنه يكون عنده محلة عمله، يتعرف إنه قد ما يكون أنت بالبيت، من نظم أمورك، ويتعرف الشغل لما يكون إلا شوية إنه يكركب أمور بيتك، فأنا حاب إنه حاب إنه يكون عندي إنه معملة صغير ومحلة لأسوق في منتجاتي، وإن شاء الله يعني إنه لقدام شوية إنه ربي العالمين يعطين هذا الشيء، هذا أكتر إيش أطمح إليه، إنه مكان إنه أصبح في منتجاتي، إن شاء الله، أكيد، وبالنسبة إنه يعني زوجك بساعدك، ألاديك، أكيد فيه موازنة، أكيد بين عملك، شغلك، فعلا، فعلا، أنا برجع بحكي كمان دور إنه نجاح المرأة من بيتها بفتلعي، مهما كانت مرأة ناشحة، العنصر الأساسي هو بيتها، إنه بيتها، زوجها، وولادها، يساعدوها بنجاحها، أما لي، لما تيجي، أنا أحب أن أنجح، والذي حولها، إنه ليساعدوها بهذا الشيء، فعلا، ترجع الخطوة إلى وراء، فأنا أحب أن كل بيت، أحب أن تعمل مشروع في بيتها، أن تعطي الفكرة لبيتها، ولزوجها، ولبداعها، قبل ما تبدأ تشتغل فيها، إنه عشان، لأنه قد ما يكون، إلا بدهم مساعدة، سواء مساعدة بالإنتاج، أو سواء بالتصويق، إنه بدهم، 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 بإضافة لهذه النصيحة التي قلتها، كيف تحب توجه النصائح لجميع سيدات الموجودات في بيوتهم حاليا، وعملهم بشاهدونا، كيف تحب تنصحيهم، بخصوص كيف يعملوا، شيء زاكي، وجميل، بطبق رائع، وكمان، دعني نحكي، وصفاتك، المميزة، حبيبتي، أنا أول نصيحة إلي، إنه، مش أول ما تعملي وصفة، وما تنجح معاك، تقول إني أنا، لا أعرف أعمل، وما أريد أن أعمل، هذه الأشياء تصادفنا، خاصة بالصبايلة، والزوجات الجديدة، هذه الأشياء، أنا جربت هذا الشيء، لا أستطلق، لا أستطلق، لا أستطلق، نحن، 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 هذا المنتج، مرة، مرتين، ثلاثة، لما وصل، الطريقة التي أريدها، وأنني أكون راضي عنها، فأنا أريد أن تعلمي، يعني، تعلمي من كيسك، خاربي مرة، خاربي مرتين، أهم شيء، أهم شيء، أنك دائماً، أنك تطوري من نفسك، وتطوري من، تلجأ، عن جد الفيديوهات، بالإنترنت، لأنها كثيراً تساعد على تطويرك، وعلى أنك تقدر تعلمي الأشياء التي تريد أن تتعلمها، جميل جداً، وإن شاء الله، يتحقيق كل ما يريدك، ولكن أكيد، بهمنا أيضاً، ردود فعل الناس الذين داءوا من حلوياتك، الحمد لله، رب العالمين، نسبة، الحمد لله، رواج ممتاز، والناس أحبتهم، أحبت أيضاً، أنه طريقة التقديم، أسلوب، قدمه في كعكاتي، والحمد لله، رب العالمين، أنه ممتاز، بداية، أنني مبتدئة، ليس مبتدئة، في صناعة الحلوة، لكن مبتدئة، في الإنتاج والتصويق، رائعة جداً، أكيد، ترذي الجميع، هذا أيضاً، الحمد لله، أنه ممتاز، ممتازة، ورائعة، أكيد، بالتوفيق إليك كثير، سرين جابي، وشرفتنا معنا، من برنامجنا، الله يصبحكم بالخير، وكل عام، وانت بخير، شكراً، شكراً، الله يخليك، مشاهدين، ننتقل الآن إلى وصفة في دقيقتين مع الزميل عامر شباني، كل شكراً،